مرة جديدة تدق منظمات الأمم المتحدة الإنسانية ناقوص الخطر في اليمن الأزمات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي لواحد وعشرين مليون يمني بينهم ملايون الأطفال الذين يعانون من سوء حاد للتغذية برنامج الغذاء العالمي يحذر من تخفيض جديد لمساعداته اعتبارا من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل بسبب نقص التمويل ومنظمة صحة العالمية تحدر بدورها من حرمان نحو تسعة ملايين شخص من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية إذا لم نطلق التمويل بحلول شهر أكتوبر فستتوقف أعمال الاستجابة لتفشي وباء كورونا وسيقفل الكثير من مرافق العلاج في ثلاثة وعشرين محافظة وسيتأثر ما يصل إلى ثمانية عشر مليون شخص بما في ذلك ستة ملايين طفل هم بحاجة ماسة إلى التلقيح ضد الأمراض الفتاكة مثل الحصبة وشلل الأطفال في اليمن يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية الحاد وهذه النسبة ترتفع في الأراضي المنخفضة كالحديدة إلى أكثر من طفل من بين كل أربعة أطفال وهذه الحالة تؤدي إلى رفع نسبة الوفيات لأكثر من عشر مرات جراء أمراض كالكوليرا والإسهال والمالاريا حصار التحالف السعودي على المرافق اليمنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية والبضائع يتحمل إلى حد كبير مسؤولية ارتفاع مستوى معاناة اليمنيين للأسف إذا ما استمر فرض الحضر سنكون أمام استنفاذ المخزون الغذائي المتوافر ولن نكون فقط بحاجة إلى موارد جديدة لشراء الغذاء بل أيضا سنكون بحاجة لتأمين وصول شحنات الغذاء بشكل آمن وسنصل إلى مرحلة فقدان الأمن الغذائي قريبا مكتب تنصيق المساعدات الأممية كشف أن الدول المشاركة في مؤتمرات الدول المنيحة لليمن وآخرها كان برعاية السعودية لم تفي سوى بنسبة 43% من وعودها رغم كل نداءات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يواصل التحالف السعودي حصارا على اليمن بات في نظر المنظمات الأممية السبب الرئيس في أزمة غذائية وطبية فاقت بخطورتها كل معاناة اليمنيين طيلة السنوات الخمس الماضية موسى عاصي جنيف